دائما في غردايا أوحيلة كمل الدين فخار الحبس المؤقت لمحاكمته حيث وجهت له تهمة كثيرة وثقيلة على رأسها التحريض على القتل وارتكاب جنايات والمساس بوحدة تراب الوطني محمد صعداوي ضربت مصالح الأمن بيد من حديد لمعاقبة المتسببين في الأحداث المؤسفة الأخيرة التي عرفتها غردايا بعد توقيف الرأس المدبر للانفيلات الأمني كمل الدين فخار وثمانين وعشرين من أتباعه قصد الاستماع لهم من قبل الضبطية القضائية ليأتي أمر قاضي التحقيق بمحكمة غردايا بإحالة كمل فخار وأتباعها على الحبس المؤقت لمحاكمتهم بتهم جد ثقيلة منها تكوين جمعية أشرار وارتكاب جنايات توجيه نداءات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية التحريض على التجمهر وقطع الطرقات تحريض المواطنين على الاقتتال بسبب عرقي الإشادة بأفعال من شأنها المساس بوحدة الوطن الدعوة إلى القتل وحيازة الأسلحة البيضاء واستعمالها الدعوة للتدخل إلى جنبي في الجزائر أما على الصعيد الميداني فتشهد غردايا خلال اليومين الأخيرين حالة هدوء واستتباب للأمن عشية عيد الفطر حيث لم تسجل أي مشادات أو تجاوزات بالمنطقة موسيقى موسيقى موسيقى